الآن سنتابع موقف كوريا الجنوبية وواشنطن من ما قاله زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون بالزيادة الهائلة التي يجب على بلاده كوريا الشمالية أن تضعها في البلاد وهي زيادة الترسانة النووية لكوريا الشمالية فلنتابع في أحدث عملية إطلاق لصاروخ ضمن موجة غير مسبوقة وبعد أيام من تحذير كوريا الشمالية برد أشد دراوة على جارتها الجنوبية التي كثفت تدريباتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الإقليميين أطلقت بيونغ يونغ صاروخا باليستيا قصير المدى في بحر الشرق المعروف باسم بحر اليابان حسب ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء التصعيد الأخير يأتي بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى غدت إعلان سول نجاح تجربة على قاذفة فضائية تعمل بالوقود الصلب وعقب توغل خمس مسيرات كورية شمالية في المجال الجوي للجارة الجنوبية في تصعيد هو الأخطر منذ خمس سنوات استدعى اعتذارا من وزير الدفاع في سول بعد فشل الجيش الكوري الجنوبي في إسقاط أي من تلك المسيرات رغم نشر مخاتلات ومروحيات هجومية في عملية جوية استمرت خمس ساعات يذكر أن كوريا الشمالية عدلت في سبتمبر الماضي قوانينها لاستماح بتنفيذ ضربات نووية استباقية بعد إعلان كيم جونغ أون أن وضع البلاد كقوة نووية لا رجعت فيها ما أدى إلى إنهاء المفاوضات بشأن برامج بيونج يونج للأسلحة المحذورة الأمر الذي يزيد المخاطر من اندلاع حرب نووية إن أخطأ أحد الأطراف تقدير الموقف للمزيد ينضم إلينا من القاهرة الباحث في الشؤون الدولية والمختص بالشأن الأسيوي دكتور حسام فاروق ومن كولومبس في ولاة أوهايو الأكاديمي والخبير الأمني العسكري بيتر منصور أستاذ حسام أبدأ معك برأيك ما هي هذه الاستراتيجية الجديدة التي تحدث عنها كيم يونج أون بشأن تطوير الترسانة النووية وتحديدا أيضا الصواريخ الباليستية تحيات لحضرتك هو طبعا في خطاب الرئيس الكوري الشمالي في اجتماع الحزب والذي يأتي بديل لخطابه الشهير اللي كان بيلقيه في ليلة رأس السنة والذي توقف عنه منذ عام 2020 والذي يعلن فيه القرارات المهمة والإعلانات المهمة وأهدافه للعام الجديد الرئيس كوريا الشمالية رئيس كيم أعلنها صراحة أن النووي بالنووي والمواجهة الشاملة بالمواجهة الشاملة وقال أنه 2023 سيكون عام حاسم والأهداف الرئيسية أنه يبني ترسانة نووية يزيد من قوة سلاح الردع يزيد من صناعة الصواريخ لمواجهة أي قوة من اللي أسمها قوة معادية وهو طبعا أكد على أنه الجارة كوريا الجنوبية قال نصلا كده أنه بالتأكيد هي أكبر عدو لنا طبعا مع شركتها مع الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية الرجل أعلن أنه علينا أن نكثف من صناعاتنا العسكرية من ترسانتنا الحربية لمواجهة التحركات أو التحركات المعادية الولايات المتحدة الأمريكية بتنشر قوات نووية على الحدود مع كوريا الجنوبية أيضا هناك حديث عن إطلاق قمر صناعي في القريب ويكون من مهامه التجسس الحقيقة أنه الجملة الأخطر في حواره أو في ابتماعه حينما قال أن النووي بالنووي والمواجهة الشاملة بالمواجهة الشاملة ويبدو أن الأمور في تصعيد بعد المناورات الجوية التي أجراتها الولايات المتحدة مع كوريا والتي سميت العاصفة اليقظة لأنه كما يعلم أو كما يتحدث الخبراء العسكريون أن السلاح الجو في كوريا الشمالية ربما يكون هو الأقل أو الأضعف ضمن الجيش كوريا الشمالية ومن ثم فهذا أثر عليها كوريا الشمالية قالت بعد هذه المناورات تسميت بالعاصفة اليقظة أن الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية يريدون احتلالنا فلك أن تدخيل هذه النبرة التي صعب بها خطاب الرئيس كيم فأنا أتوقع استراتيجية كوريا الشمالية للعام 2023 تكثيف من الصناعات العسكرية تكثيف من إطلاق الصواريخ ربما تخدم كوريا الشمالية على التجربة النووية أو الاختبار النووي السابع والذي ربما الولايات المتحدة الأمريكية الاختبارات الأمريكية قالت أن إطلاق هذه الصواريخ هو ربما تمهيد للتجربة السابعة نحن نعلم أن كوريا الشمالية تقفت عن الاختبار النووي من 2017 كان آخر اختبار نوويها في 2017 فربما يكون هناك اختبار نووي في الساعات القليلة أو في الأيام القليلة القادمة نعم أستاذ بيتر برأيك عندما قال أستاذ حسام بأن ممكن أن يكون هناك هذا التصعيد في اللهجة والخطاب وحتى الخطة النووية لكوريا الشمالية خصوصا بعد المناورة الأمريكية مع كوريا الجنوبية هل هذا يعتبر فعلا تصعيد وإلى أي مدى يجب على الولايات المتحدة أن تتخوف على أمن حلفائها في هذه المنطقة أم كلام كيم يونغ أون هو مجرد بروباغاندا ودعاية سياسية؟ بالتأكيد المسألة أكثر من دعاية سياسية هذا الشيء كوريا الشمالية كانت تفعله لسنوات طويلة تزيد من قواتها الدووية وقواتها الصاروخية من أجل الحصول على تنازلات من حكومة كوريا الجنوبية جزء من هذا يعود إلى أن هناك حكومة جديدة في كوريا الجنوبية تتخذ مواقف متشددة من كوريا الشمالية ورئيس كوريا الشمالية لا يحب ذلك وهو يرد بالطريقة الوحيدة التي يعرفها وهي إطلاق المزيد من الصواريخ وربما اختبار نووي جديد هذه قدرات وهي تعرض كوريا الجنوبية واليابان ودول أخرى للخطر حلفاء الولايات المتحدة لهذا الولايات المتحدة مستمرة في القيام بتمارين عسكرية مع هذه الدول من أجل اختبار قدراتها في الدفاع عنهم إذا تحولت الحرب الباردة إلى ساخنة أستاذ حسام برأيك كيف سينعكس هذا الموضوع طالما وصفته بالتصعيد كيف سينعكس على أمن حلفاء واشنطن في المنطقة هناك في نوفمبر أعتقد كان هناك في 18 نوفمبر تحديدا كان هناك اجتماع طارق بين كامالا هاريس اللي هي ناب الرئيس الأمريكي وقادة اليابان وكندا والستوراليا ونيوزيلاندا والجميع كانوا ينقشوا الخطر القادم من كوريا الشمالية حال استمرار تصعيدها النووي فأنا أتخيل أن الولايات المتحدة تستشعر الخطر على حلفها أيضا الرئيس بايدن اجتمع في قمة جنوب شرقية أسيا مع رئيس الوزراء الياباني ومع رئيس كوريا الجنوبية وثلاثتهم اتفقوا على استمرار الضغط على كوريا الشمالية وعلى مؤسسات المجتمع الدولي لاتخاذ قرار تجاه هذا التصعيد من كوريا الشمالية ولكن الرئيس بايدن وكل مسؤول أمريكي يظهر فبيقول جملة كده بقول القوى الدولية التي حالت دون استصدار قرار بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية ونوع من اللون وطبعا مقصود بالقوى الدولية الصين وروسيا في قمة دول آسيا والمحيط الهادي في بنكوك بين كاميلا هاريس والدول الحلفاء واشنطن أيضا تحدثوا عن ضرورة أن يتم تفعيل قرارات مجلس الأمن مجلس الأمن أخذ قرارات أو أخذ فرض عقوبات على كوريا الشمالية من بعد التجربة الأولى في 2006 و2013 و2016 و2017 نحن الآن بصدد أن في 2023 ربما تفعلها كوريا الشمالية للمرة السابعة ولكن يظل المعضلة في مجلس الأمن عند روسيا والصين خاصة بعد تصاعد الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية على إسر تدعيات الحرب الروسية الأوكرانية والصين تتحدث من منطقة المنتصف ولكن حتى الآن ليست هناك جدية رئيس كوريا الجنوبية حسام تحديدا في هذه النقطة أريد أن أستمع لرأي الأستاذ بيتر منصور تحديدا بأن مجلس الأمن الدولي فعل قرارات عديدة عام 2006 حتى 2013 وبعد عشرة أعوام اليوم عام 2023 هناك هذه القرارات ولكن العائق هي دائما روسيا والصين كيف برأيك ممكن لواشنطن أن تقيم هذا التصعيد وهذا التهديد الجديد من قبل بيونج يونج؟ يمكن أن نتوجه إلى مجلس الأمن الدولي ونقدم قرارا جديدا لأن هذا من الواضح أنه تصعيد واستفزاز ولكن الصين وروسيا من غير المحتمل أن توافق على أي قرار تقدمه الولايات المتحدة هما تنظران إلى كوريا الشمالية كحليفة وكشوكة في خاصرة الولايات المتحدة وهم يحبون ذلك بالنسبة لكوريا الشمالية هي تنظر إلى هذه الأسلحة على أنها وسيلة لبقاء النظام ومن غير المحتمل أن يتم تخليها عن السلاح النووي لن تتخلى عن هذه الأسلحة حتى مع قرار من الأمم المتحدة وحتى لو الصين وروسيا بشكل ما وافقت على ذلك وهذا كما قلت غير محتمل أستاذ حسام حتى المجتمع الدولي بعيدا عن المنطقة بعيدا عن حلفاء واشنطن في المنطقة المحيطة بالكوريتين كيف برأيك للمجتمع الدولي أن يرى هذا الإعلان؟ ذكرت قبل قليل عدم تفعيل قرارات مجلس الأمن إلى جانب مجلس الأمن ماذا يمكن أن يفعل العالم والمجتمع الدولي اليوم تجاه هذه التهديدات النبوية الجديدة التي ممكن أن تكون غير مسبوقة وطالما معلوم أن كيم يونغ أون لديه هذا الطبع الذي لا تحدده السياسة ولا تحدده قوانين دولية المجتمع الدولي بخلاف مؤسساته الرسمية الكبرى اللي زي الأمم المتحدة ومجلس الأمن لا يملك سوى الحديث النظري والخاص بأنه والجملة المعتادة لا بديل عن الحوار السياسي لا بديل عن الجلوس على المائدة وفي 2003 كان هناك مقترح تحت عنوان الحوار يضم الكوريتين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واليابان وكان وقتها في دعم من دفع من روسيا لهذا الحال في 2019 وكان بعدها بوقت وصير اتقابل الرئيس بوتين لأول مرة مع الرئيس كيم في 2019 وكان برضو بعد أيام من فشل محادثات هانوي مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ولي وقتها كوريا الشمالية قالت لأنه وزير الخارجية وقتها جورج بوميو دي غير متعقل واحد أكثر عقلانية فبناء عليه كان الحديث يظل حديث نظري تفاهم حوار لكن المضي قدما في النووي يسير بخط متوازي فيما يخص روسيا تحديدا في 2014 الرئيس بوتين أسقط كل الديون على كوريا الشمالية على اعتبار أو اعتبر ذلك عربون محبة أو عربون مودة شكرا لي الأستاذ حسن فاروق والأستاذ بيتر منصور لوجودكما معنا اشتركوا في القناة